أهلا بكم سنة ستة ابتدائي في حل تدريبات سلاحة تميز على الدرس الرابع مقارنة الخلية النباتية بالخلية الحيوانية مادة العلوم الفصل الدراسي الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد بالرغم من أن النباتات والحيوانات كائنات مختلفة كليا يعني النباتات غير الحيوانات خالص إلا أن لديها بعض التراكيب المتشابهة جدا داخل خلاياها يعني في بعض التراكيب داخل خلايا النباتات وداخل خلايا الحيوانات متشابهة جدا أقول العبارة صحيحة السؤال رقم اتنين تتشابه وظيفة النواات في الخلية مع وظيفة مجلس إدارة المدينة أقول له هذه العبارة صحيحة يعني وظيفة النواات زي وظيفة مجلس إدارة المدينة السؤال رقم ثلاثة يوجد الكلوروفل في الخلية الحيوانية أقول له العبارة خطأ عرف لو قال لي خلية النباتية أقول العبارة صحيحة لكن ده بيقول الخلية إيه؟ الحيوانية الخلية الحيوانية لا يوجد بها الكلوروفل الذي يعطي النبات لونه الأخضر السؤال رقم اربعة تستطيع الخلية الحيوانية صنع غزائها بنفسها أقوله العبارة خطأ الخلية اللي بتستطيع صنع غزائها بنفسها هي الخلية النباتية وليس الحيوانية اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد تساعد نقط في الخلية في جمع ونطل البروتينات اللي بتعمل على جمع ونطل البروتينات مين؟ أقوله الفجوة العسرية الشبكة الإندوبلاسمية الميتوكنديريا السيتوبلاسم أقوله الشبكة الإندوبلاسمية السؤال الرقم 3 2 تتشابه وظيفة حراس بوابات المدينة مع عضية إيه في الخلايا وظيفة الحارس حارس البوابة هو اللي بيدخل وهو اللي مسؤول عن إيه اللي بيخرج صح كده ولا طيب دي طبعا عضية البلستادات الخضراء غشاء الخلية الفجوة العسرية النواة أقول له إيه غشاء الخلية السؤال الرقم 3 تحتوي نقطة على مادة الكولوروفيل فيه الخلية النباتية للقيام بعملية البناء الضوي مادة الكولوروفيل موجودة فين بالزبط غشاء الخلية جهاز جولجي البلستادات الخضراء الميتوكندر يقول له البلستادات الخضراء دي هي اللي فيها مادة ايه الكولوروفيل اللي تمتص ضوء الشمس وتقوم بعملية البناء الضوي السؤال الرقم 4 جميع ما يلي يوجد بالخلية الحيوانية معادة يعني فيه كل اللي هنقول دوت موجود في الخلية الحيوانية ألف الغشاء البلازمي السيتو بلازم الجدار الخلوي أقول له الجدار الخلوي ده مش موجود في الخلية الحيوانية السؤال رقم ثلاثة أكمل باستخدام بنك الكلمات بنك الكلمات مكتوب فيه جهاز جولجي النباتية النواة الحيوانية رقم واحد الجزء الذي يتحكم في الوظائف داخل الخلية وانقسامها مين؟ أقول له النواة النواة ده هو الجزء الذي يتحكم في الوظائف داخل الخلية وكمان هو الذي يعمل على انقسام الخلية ده وظيفة النواة السؤال رقم اثنين تحتوي الخلية نقط على فجوة عصرية صغيرة أقول له الخلية إيه؟ الحيوانية لكن الخلية النباتية فيها فجوة عصرية باستمالها كبيرة السؤال رقم ثلاثة يساعد جهاز أو يساعد نقط تحضير وتغليف المواد داخل الخلية اللي بيحضر وبيغلف المواد داخل الخلية اللي هو جهاز جولجي السؤال رقم أربعة توجد البلاستيدات الخضراء في الخلية البلاستيدات الخضراء هي التي تعطي النبات لونه الأخضر عشان كده موجودة في الخلية النباتية السؤال رقم أربعة اكتب المصطلح العلمي لكل منه واحد تركيب الخلية يخزن العناصر الغذائية والمياه والفضلات يبقى مين اللي بيخزن العناصر الغذائية والمياه والفضلات داخل أو عضية من ضمن عضيات الخلية أقول له الفجوة العصرية يبقى أكتب له هنا إيه الفجوة إيه العصرية السؤال رقم اتنين طبقة خارجية صلبة تحيط بخلية النباتات لمنحة شكلا محددا أقول له الجدار الخلوي السؤال رقم خمسة أي من العضيات الخلية التالية تحول السكر إلى طاقة بتحول السكر إلى إيه إلى طاقة موجود ده في الخلية طبعا دي الميتوكنديريا ودي إيه دي البلاستيدات الخضراء أقول له طبعا اللي بتحول السكر إلى طاقة دي هي زي مين زي محط التوليد الكهرباء اللي هو رقم واحد اللي هي مين الميتوكنديريا أما أجل السكر الخضراء اللي هي دي طبعا دي تعتبر إيه مصنع الغزاء في الخلية بكده يا حبيب قلبي ننتهي من حل تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الرابع صفحة 31 لدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي أسلكم كل جديد وإلى اللقاء